هي لحظة مواجهة الحقيقة في لبنان تتكرر مرة أخرى حيث لم يجد القاضي المكلف بالتحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت لم يجد بدا من تعليق التحقيق من جديد بعد تبلغه دعوا تقدم بها وزيران سابقان يتبعان لحزب الله يطلبان فيها بنقل القضية إلى قاضي آخر تعليق التحقيق جاء بعيد إصدار القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل لامتناع الأخير عن المثول أمام التحقيق في وقت يتعرض البيطار لضغوط سياسية متزايدة جاء أبرزها على لسان زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله الذي اتهمه بالتحيز باستدعاء مسؤولين أمنيين وسياسيين بعمل القاضي الحالي هذا عمل استنسابي وعمل سياسي وفيه استهداف سياسي وما إلو علاقة لا بالحقيقة ولا إلو علاقة بالعدالة على الجانب الآخر يعتبر ذو الضحايا القاضي طارق بيطار الشخص المناسب للقضية لا سيما مع عدم وجود انتماء سياسي له فضلا عن خروج نصر الله أكثر من مرة لانتقاده ما يثبت لهؤلاء أشياء كثيرة مع اتهامهم لحزب الله بالمسؤولية عن فجار بيروت القاضي طارق بيطار الذي عين في شباط الماضي على رأس هذا التحقيق ليس القاضي الوحيد الذي تعرض لضغوط كبيرة بل سبقه في ذلك القاضي فادي صوان الذي كلف قبله بنفس الملف إلا أنه تم إبعاده بقرار من محكمة النقد استجابة لطلب وزيرين كان قد اتهمهما بالإهمال هذه الضغوط تظهر مرة أخرى حجم القلق الذي أحدثه التحقيق بالانفجار الكارثة للسياسيين ولا ريب أن تعليق التحقيق للمرة الثالثة يؤكد جدية تلك الضغوط التي يواجهها القضاء في لبنان والذي يتحمل وحده حاليا مسؤولية إضغار الحقيقة والعدالة ليس لذوي الضحايا فحسب بل لمدينة تعرضت للتدمير بشكل غير مسبوق ترجمة نانسي قنقر